كريم بما أنك كنت تتكلم عن الجمهور التذاكر زي ما أنت قلت يعني التذاكر الآن لعدد لعبة النادي الأهل أو عدد جمهور النادي الأهلي خد تذاكر كثيرة جدا جدا ممكن تقول لنا ده حصل إزاي أو تفاصيل أكتر لأيذا الموضوع؟ يعني طبعا الأستاذ بخاصة بـ 75% من ساعة الأستاذ الأستاذ بيت تسعى لـ 40 ألف الإقبال كان كبير جدا الحقيقة على السيطة الخاص طبعا بيقى التذاكر لنادي الأهلي في أول ساعة كابتن إسلام لثالثة شمال كلها تحجزت لجمهور النادي الأهلي فالحقيقة للتنسيق كان بين الربطة وبين الجالية وبين الصفارة طبعا أن يكون فيه مساحة شوية لجمهور النادي الأهلي لأن جمهور النادي الأهلي الحقيقة يعني زي ما بقول لكابتن إسلام لو الاستاذ يمتلع على آخره هيمتلع على آخره الحقيقة لجمهور النادي الأهلي فالتعاون كان كبير جدا الحقيقة من الكافة والإدارة طبعا التنظيمية الخاصة بيقى التذاكر فقدروا أن هم يوصلوا لعدد ربع كمان المدرجة الخاصة بنادي الرجاء لأن جمهور نادي الأهلي ونادي الأهلي قمته كبيرة جداً حقيقة هنا كابتن إسلام الكل حب كبير نشوف الكابتن محمود الخطيب في نزوله ويركب الباص الكل بيهتف لعبة نادي الأهلي بتركب الباص الكل بيهتف بيطاله بالسوبر فيمكن متوقعين كمان دخلات كبيرة جداً لجمهور نادي الأهلي كان لقى حديث طبعاً مع الجمهور المتواجد ويحاولي أزر محضرين مفاجآت كبيرة جداً حقيقة للادي الأهلي ونادي الأهلي يستهل وعبت أن نادي الأهلي تستهل لكن هو التوفيق بس لكابتن إسلام انت عارف التوفيق لو معنا مع التحضيرات الكثيرة جداً والمميزة جداً اللي احنا عايشين فيها من أول يوم حتى هذه اللحظة إن شاء الله المجهود الكبير ده توفيق لو معنا إن شاء الله بإذن الله نقدر أن نرفع كاس السوبر في وجود جمهور نادي الأهلي اللي أنا متأكد وشكل كبير جداً أنه هو يكون سر الفوز بهتافه الكبير ومواظرته المستمرة كما عودنا جمهور النادي الأهلي كريم برضو عايزة أسألك لأن أنت قريب جداً من كل اللاعبين وعارفك اللي ما يدور هل هناك كلام عن ما يحدث بخصوص موضوع كأس الأفريقية لأنه ده طبعاً حيتعارض مع النادي الأهلي ومع استعدادات النادي الأهلي بعد كده هل ولا الناس مركزة فقط أن ناس كتيرة جداً من جمهور النادي الأهلي هنا في القاهرة بيسألوني كل ما حد يشوفني يقولي طباً كابتن اللاعب هناك عاملة إيه هل بتكلم في هذا الأمر هل بيسألوا في هذا الأمر المسؤولين أوكي احنا عارفين أنهما بيبقى كل واحد ولوه اتصالاته والكابتن الخطيب بيعمل اتصالاته عشان يصل لأفضل طريق ولكن اللاعبين نفسهم جهاز الفني هل في أي كلام يخص هذا الأمر ولا تركيز فقط في مباراة بكرة يعني بأكد على هذا الأمر يا كابتن إسلامي التركيز بنسبة 100% في مباراة الغد لكن أكيد على الهامش طبعاً بالنسبة لكابتن محمود الخطيب الخطيب وتواجد أيضاً المهندس هاني أبو ريدا أمس في التدريب كانت في أحاديث صنقية طبعاً بالنسبة لهذا الأمر لكن كلها أحاديث سريعة لكن الحقيقة الجهاز الفني واللعبين في وعي كبير جداً عارفين أهمية المباراة وانت عارف كابتن إسلام خطوة بتنتهي بنبدأ نفكر في القادم المباراة دي محتاجة تركيز جداً ومحتاج لعيبة كلها تقفل على نفسها الحقيقة لكن ما يمنعش طبعاً بيكون في أحاديث بسيطة جداً على هذا الأمر كأس الأمم هيؤجل هيتلاعب كل الأمور دي طبعاً إحنا عايشينها لكن في فصل تام الحقيقة لعيبة النادي الأهلي عن هذا الأمر الأحاديث كلها طبعاً بتخص كابتن سيد عبدالحفيز الجهاز الفني بشكل بسيط جداً وليس بشكل مكسف وهو ده الحقيقة الجهد الكبير اللي بيبذل أيضاً كمان والقيمة والوعي الكبير جداً لعيبة النادي الأهلي الأهمية موجودة جداً في هذه المرحلة إن شاء الله بإذن الله لزروف كلها يكون معنا إن شاء الله كابتن سيد عبدالحفيز طيب أنا عايزة نقلك برضو كل أسئلة جمهور النادي الأهلي لكريم لأنهم عارفين أن أنت دايماً بتبقى في وسط اللعبة وفي وسط البعثة فبتسمع كل الكلام كلام بيتردد عن أن الأهلي أفضل كتير من الرجاء والكلام ده كله هل الكلام ده برضو بيكون له تأثير سواء سلبي أو إيجابي على اللاعبين بمعنى أن كل الناس كل محد يسألني يقول لها كابتن هي اللعبة بيوصلها لكلام اللي بيكتبه بعد ما لا يشجع النادي الأهلي على السوشال ميديا بمعنى أن الرجاء أقل بكتير من النادي الأهلي والرجاء عنده مشاكل كذا والرجاء عنده مشاكل كذا محاولة التنويم التي تحدث خلال هذه الفترة لإفقاد النادي الأهلي بطولة إن شاء الله تكون من نصيبه يعني المحاولات دي يا كابتن إسلام ممكن تكون لنا للسوشال ميديا طبعا نتكلم عن أن لسه المدير الفني ماسك الفريق بقاله فترة بسيطة لعب ثلاث مباريات في بطولة الدور العام هل ده ممكن يكون ليه تأثير على الرجاء ممكن يكون في عدد من لعبة مش متواجد لكن أنا أؤكد لك على الوعي الكبير الحقيقة لعبة النادي الأهلي بيتسو مسماني على طول في المباراة الكبيرة كابتن إسلام بيقول إحنا داخلين المباراة متأخرين بهدفين وليس المباراة صفر صفر يعني ده نقطة مهمة جدا الحقيقة لبيتسو مسماني الجانب الأمر ده مهم جدا بيحاول يأكد أن إحنا نزلين المباراة لسه إحنا متراجعين بهدفين عشان يكون دفع أكبر والحوافز أكبر الحقيقة لفريقنا للنادي الأهلي التركيز بالأخبار بالنسبة للنادي الرجاء ممنوع خالص على لعبة النادي الأهلي الكل مركز فقط لغير في التدريبات في المحاضرات في الهاي لايت اللي على طول بيتابعوا لنادي الأهلي وبيتابعوا لعبة للنادي الأهلي الأمور دي ممكن تكون هنا بالنسبة للإعلام بشكل كبير مستمرة لكن بعيدا على لعبة النادي الأهلي وبعيدا على الجهاز الفني لأن الجهاز الفني الحقيقي حاطت لعبة النادي الأهلي في ضغط مقبول في ضغطي بالنسبة للجمهور النادي الأهلي بيحمل مسؤولية لعبة النادي الأهلي علشان الجمهور الجمهور المتواجد ده يعني عايز يفرح لأن انت عارف طبعا منتخب مصر كان متواجد كان في حزن الحقيقة طبعا لكل منتخبنا الوطني وأيضا كمان جمهورنا لكن اللي هيلعت شرط منتخب مصر هيلبت شرط النادي الآلي وعندهم أمل كبير جدا حقيقة في لعبتنا أن نحن نقدر نفرح مصر كلها وليس جمهور النادي الآلي فقط لذلك كريم قولي بردو بكرة إن شاء الله بكرة هل من المتوقع أن يكون هناك مفاجآت في التشكيل يعني هل هيكون أسماء بعينها موجودة ولا لسه ده كله بيبان بكرة يعني طبعا أكيد يا كابتن إسلام رؤيتنا طبعا مستمرة لكن فيه متغيرات كثيرة جدا أنت عارف طبعا أنت كنت أحد نجمل لنادي الآلي كابتن إسلام منتخبنا الوطني المتغيرات ممكن تجد طبعا لكن فيه عناصر أساسية طبعا متواجدة فيها أقل التشكيل لكن الرؤية طبعا لبيتسو مسماني راجل محضر كل اللعيبة الحقيقة لكن الجهازية موجودة لكل اللعيبة الرؤية طبعا متترك لأنه ممكن غدا يكون فيه أي أمر يعوق أي لعب أي لعب يشعر بأي شيء لكن أنا بأكد لك على جهازية كل اللعيبة اللعيبة عندها إصرار كبير كل جهاز إن شاء الله بدني وفني وطبي لهذه المباراة اللي إن شاء الله بإذن الله أماننا كبيرة وثقاتنا كبيرة كده في الجميع إن شاء الله بإذن الله تسعين ديئة بنأكد على هذا الأمر إن شاء الله تعدي في تسعين ديئة ما نوصلش لأي مراحل تانية وإن شاء الله نفرح معك هكابتن إسلام بكرة ومع كل جمهورنا شوارع مصر كلها بقى تتميل إن شاء الله بكل جمهور النادي الأهلي ونقدر نرفع الكاز بمشيئة الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله إذن باستثناء محمود متولي كل اللاعبين متحين لبيتسو موسيمان إن شاء الله إن هم يختار الحداشر اللي حيلعبوا من وجهة نظره بكرة الأصلح مظبوط كده؟ بالزبط يا كابتن إسلام بالزبط يعني ريدر رول متولي بس هو اللي بركت طبعاً اللي قصة خالص بالنسبة له لكن كل اللاعبة جاهزة لها دي المباراة وبنعمل إن شاء الله بإذن الله مع بيتسو موسيماني اختياره مميز جداً بالنسبة للتشكيل قراءته الفنية تكون أكثر من رائع إدارته كمان من خارج الخطوط المعروف عليه بإذن الله تكون مؤثرة وتأدي بإسمارها إن شاء الله في ببارات الغد بكرة بقى حكي لنا الدنيا تبقى ماشية إزاي من ساعة الفطار بداية المباراة يعني طبعاً عقب العودة مباشرة من التدريب توجه العبين طبعاً إلى وجبة العشاء ومنها مباشرة إلى الغرف استعداداً طبعاً لبدء اليوم بقى إن شاء الله غداً لا يبدأ بفطار صباحي عشر ونصف غدا اتنين ونصف محاضرة فالنها أخيرة طبعاً هنا في فندو اللقامة في الساعة الخمسة ومباشرة طبعاً ممكن بيتسو سمينة بيحددش وقت المغادرة على قد ما بيحدد وقت المحاضرة لأن الرجل بيستفيد بشكل كبير جداً في المحاضرات اللي قبل المباراة هنتوجه طبعاً إلى الاستاد قبل المباراة بساعة ونصف إن شاء الله بإذن الله في موكب رائع ومميز جداً بنشوفه كل يوم طبعاً من خلال تواجدنا إلى الملعب التنظيم أكثر من رائع لتأمين مميز جداً الحقيقة توفير ربنا إن شاء الله يكون مع الجميع بإذن الله ونقدر إن شاء الله ولعبتنا تقدر تفرح كل جمهور النادي الآن يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جداً يا كريم وكالعادة يعني تغطية متميزة الحقيقة من كريم ومن بقية المجموعة الموجودة في قطر الحقيقة لتغطية مباراة السوبر الإفريقية